السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ مرحبا بكم في النص الوظيفي تلقيح أختي سنقرأ النص فتابعوا جيدا تلقيح أختي كنا نتفرج على التلفاز فسمعنا المذيعة تعلن عن انطلاق عملية تلقيح الأطفال قلت لأمي إنه موعد تلقيح أختي أجابت أنا حريصة على ذلك وفي الغد توجهنا إلى مستوصف القرية قاست الممردة وزن أختي وطولها ثم وضعت قطرتين من سائل في فمها ووخزت ذراعها الصغيرة فملأت القاعة صراخا سجلت الممردة معلومات في الدفتر الصحي وفي طريق العودة إلى المنزل قالت لي أمي أنا الآن مطمئنة على صحة أختك جيد سنمر أعزائي لإنجاز التمارين على الكتاب المدرسي أول سؤال في أكمل عائلة كلمة سامع لدينا هنا سامع سنأتي بكلمات من عائلتها لدينا هذا النموذج سامع مسموع مسمع سامع مسامع جيد السؤال الموالي في فقرة أفهم عن ماذا أعلنت المذيعة أخبرنا الطفل أنه كان يتفرج مع أمي على التلفاز حتى سمع المذيعة تعلن عن انطلاق عملية تلقيح الأطفال جيد إذن جوابنا سيكون أعلنت المذيعة عن انطلاق عملية تلقيح الأطفال جيد السؤال الموالي هل نسيت الأم موعد تلقيح بنتها عندما أخبر الطفل أمه إنه موعد تلقيح أختي أجابت أنا حريصة على ذلك إذن من خلال جواب الأم نستنتج أنها لم تنسى موعد تلقيح بنتها إذن سنكتب لم تنسى الأم موعد تلقيح ابنتها أحدد الجملة التي تبين ذلك سبق أن قلناها وذكرناها أجابت أنا حريصة على ذلك إذن سنكتب الجملة التي تبين ذلك أنا حريصة على ذلك أحسنتم السؤال الموالي ما الذي قامت به الممرضة؟ أخبرنا الطفل بما قامت به الممرضة في المستوصف ونكتب قامت الممرضة بقياس طول ووزن الطفلة ثم قطرت سائلا في فمها ووخزت ذراعها الصغيرة وسجلت معلومات في الدفتر الصحي أحسنتم نمر الآن لفقرات أفكر لماذا يلقح الأطفال؟ يلقح الأطفال ليحموا من الأمراض ما المعلومات التي تسجلها الممرضة في دفتر الصحي؟ لدينا أجواب هو المعلومات التي تسجلها الممرضة في دفتر الصحي هي قياس طولي ووزني ودرجة حرارتي وعمري ثم نوع الدواء الذي أعطتني إياه نمر لفقرة أنجز أقرأ الكلمات ثم أرتبها لبناء جملة لدينا كلمة وخزت قاسة نشتب عليها لأنه سبق أن كتبوها في بداية الجملة أختي الممرضة ثم حرارة ذراعها قاسة من التي قاسة؟ قاسة الممرضة ماذا؟ حرارة من؟ أختي إذن قاسة الممرضة حرارة أختي ثم ماذا فعلت؟ ثم وخزت ذراعها إذن جملتنا هي قاسة الممرضة حرارة أختي ثم وخزت ذراعها السؤال الموالي في أقرأ وأجيب بي أوافق أو لا أوافق لدينا جملة يكفي أن نضع علامة أمام أوافق أو لا أوافق تلقيح الأطفال أساسي لحمايتهم من الأمراض تلقيح الأطفال أساسي لحمايتهم من الأمراض سبقا قلنا هذا إذن سندعو العلامة على أوافق الجملة الثانية احترام موعد التلقيح غير مهم هل هذا صحيح؟ بالطبع لا نضع علامة على لا أوافق إلى الملتقى إن شاء الله في نص جديد